بداية نشرتنا اليوم الخميس بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حافظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب ملك بلجيكا وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك فيليب وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى أليكزندر ديكرو رئيسي وزراء مملكة بلجيكا